معاي مبلغ من المال حطه في البنك أخليه في البنك أستنى الفرصة المناسبة أو أشتري في قطعة أرض أو عقار أستنى شوي بالك ولا أستثمره اليوم؟ الجواب هو كالتالي استثمره اليوم فوراً لسبب بدي ألفت انتباهكم على شغلة جداً مهمة الفاليو القيمة الشرائية للنقد للكاش عم تنزل باستمرار كل سنة يعني أبسط لك ياه بمثال بسيط جداً أنت كان معاك مثلاً مليون السنة الماضية أنا معاي مليون السنة الماضية وحطيته في البنك اليوم لساته مليون زي ما هو هل القيمة الشرائية للمليون اليوم نفس القيمة الشرائية للمليون السنة الماضية الجواب أكيد لا عم تنخفض يعني المبلغ اللي معاي هل بقدر أشتري فيه شغلات زي ما كنت بقدر أشتريها وصول أشتري فيها السنة الماضية كل سنة عم تنزل القيمة الشرائية للنقد بينما نفس المليون لو اشتريت فيه أطعة أرض أو عقار اليوم القيمة الشرائية تبعته راح تكون ضعفين أو ثلاث أضعاف فإذا بدك تحافظ على مالك ممكن تمسكوا فيه قطعة أرض بس دايماً النصيحة تبعنا منحكي أعرف وين وإيمتى وليش وين أشتري وإيمتى أشتري التوصية كاش ما تحتفظوا بالكاش أبداً على الأطلاق خلي فلوسكم أو خلي مالكم عبارة عن مال ملموس بين أديكم اللي مش ماسك طابو مش ماسك كاش مش ماسك مال وفنه فالكم التوفي